بسم الله هنحل في الفيديو دوت الواحدة الرابعة بنفس نظام الحل بتاعنا حل الأسئلة بتاعة الهيكل وأسئلة المتحانات الوزرية السابقة على الأفكار اللي جاية في الهيكل طيب أول سؤال بيقول لمضاعفة الزمن الدوري للبندول البسيط إلى مثلي ما كان عليه يجب تغيير طوله إليه فلازم نجيب العلاقة ما بين الزمن الدوري والطول فده القانون فالزمن الدوري بيتناسب مع جزر الطول فهو بيقول لي لمضاعفة الزمن الدوري يعني 2 يسوي جزر L فهنربع الطرفين فالL لازم تزيد لأربع أضعف إذا علمت أن عجلة الجاذبية الأرضية بتسعة وتمانية من عشرة في الكويت فعندما يهتز بندول بسيط بحركة وفقية بسيطة يكون الزمن الدوري له أربعة بوينت تسعة وتمانين سكند فإن طول هذا البندول بالمتر سهلة ووسيطة الزمن الدوري البندول 2 باي جزر L على G هعوض عن الجيب تسعة وتمانية من عشرة وهو مدين الزمن الدوري أحطها على الآلة وأطلع الناتج يأما أقسم على 2 باي وربع الطرفين فالجزر هيروح وبعد كده أضرب في تسعة وتمانية من عشرة فاجيب الآلة ما شكل الموجة النشئة من تداخل الموكتين التاليتين بنحلها إزاي الموكتين عاملين كده فأول خطوة بننقل الموكتين إلى المنتصف يعني الموجة ديت هتنتقل كده والموجة التانية هتنتقل كده يبقى أول حاجة نقل الموكتين للمنتصف وتاني حاجة فرض الساعة يعني الاتنين ساعتهم متساوية فهفرضها مثلا إن هي بأربعة فاليمين ديت أربعة الفوق يعني بالموجب والشماع واللي تحت ديت أو اليمين اللي هي جاي من هنا هتبقى بسالب أربعة يعني أربعة لتحت تالت حاجة بحط تلات نقط فين فأول تدخلهم وفي المنتصف وفي آخر تدخلهم ورابع خطوة بجمع الساعة عند كل نقطة تعالوا نشوف إزاي آدي أول نقطة أول نقطة هنشوف الساعة عندها بتاعة البرتقاني بموجة بأربعة وبتاعة اللازرق بسالب أربعة إذن هتبقى موجة بأربعة وسالب أربعة بصفر لا سوري الموجة ديت عاملة كده نغلط في الرسمة من الأول وبالتالي لما ننقلها هتبقى عاملة كده طيب الموجة ديت البرتقاني بصفر والزرق بسالب أربعة إذن المجموعة بتاعهم هيبقى بسالب أربعة يعني تدخلهم هنا بأربعة لتحت طيب في النقطة دي البرتقاني بموجة بأتنين في منتصف المسافة دي واللازرق بسالب أتنين فموجة بأتنين وسالب أتنين يعني سفر طيب عند النقطة دي ده بموجة بأربعة واللازرق بسفر مجموعهم موجة بأربعة فدي شكل الموجة النتجة اللي هو بي طيب التمثيل البياني للموجات هو بيقول لي أن السرعة بتاعة الموجات المائية ديت بتساوي 6 من 10 متر على السنة ساعة الموجة إيه هي ساعة الموجة؟ هي أقصى إزاحة بعيدة عن موضع الاتزان فتطلع عند أقصى إزاحة كده هتلاقيها ما بين أربعة من مية وستة من مية فالساعة هتساوي خمسة من مية اللي هي الأمبليتيود أو الأي طيب بالمتر التاني حاجة عايزها عايز التردد طيب أنا عندي السرعة وعرف أجيب من الرسمة الطول الموجة الطول الموجة بيساوي إيه؟ المسافة ما بين أول الموجة ولما ترجع تاني عند موضع الاتزان يا إما ما بين كمتين متتاليتين اللي هي إزاي؟ ما بين النقطة ديت اللي هي ما بين الثمانية وتلاتتاشر أو ممكن نجيبها من بداية الموجة لغاية لما ترجع تاني اللي هو من زيره لغاية تمانية من مية فالطول الموجة تمانية من مية متر وأنا عندي السرعة يبقى الف بتساوي الفي على لندة ستة من عشرة على تمانية من مية وأطلع النادج لو استخدمنا تحليل الوحدات للمعادلة كي في أكس بتساوي beats مع جي هايتلع لنا كي بتتقس بإيه؟ فالإكس دي بتتقس بالمتر والإم دي بتتقس بالكيلو جرام والج دي بتتقس بالمتر على السانية تربيع إذن كي تساوي 밑 على إكس نحولها بالوحدات كيلو جرام في متر على ثانية تربيع وتحت إكس اللي هي متر متر ومتر فهتساوي كيلو جرام على الثانية تربية قطعت الموجة الموضحة في الشكل التالي مسافة 11.2 إلى جدار وانعكست مرة أخرى في 4 ثواني يبقى يخلي بالي المسافة اللي هي مشتها 11.2 دي المسافة ما بين الموجة والجدار قال لي أن هي راحت ورجعت في 4 ثواني فمعنى كده أن هي راحت بس في كم ثانية في سانيتين فالسرعة بتساوي مسافة على الزمن فتطلع بخمسة بوينت 6 متر على الثانية اللي هي حوالي 5 طيب هو عايز التردد التردد بيساوي ال V على اللندة طب هو من الرسمة هنا ما يديني المسافة ما بينكم متنموا التاليتين بتساوي كام؟ 1.2 من 10 فأقسم السرعة على 1.2 من 10 هيديني تقريبا 4.6 اللي هي حوالي 5 هيرتز طيب المسألة اللي بعدها اعتماداً على الرسم بياني احسب طاقة الوضع المرونية المختزنة في زونبورك لما تكون القوة المؤسرة بتسعة نيوتن فلما تكون القوة المؤسرة بتسعة نيوتن هيكون شكل المنحنة خلي بالك هنا من حاجة هو مديني هنا ال-F تحت وال-X هنا فمساحة الشكل هتبقى المساحة دي ليه؟ لأن احنا في العلاقة ما بين ال-F وال-X الشغل بيساوي المساحة أسفل الشكل لأنه بيساوي ايه؟ دلتا-F على دلتا-X اللي هي هتساوي ال-K ده الميل طب والشغل او الطاقة الوضع المرونية بتساوي ايه؟ نص ال-X في الارتفاع اللي هو ال-F من قانون هوك اللي هو K في X فبيساوي نص K X تربيع فهو بيعتمد ان ال-X هو اللي تحت طيب فلما نجيب ال-B هتبقى نص القاعدة في الارتفاع او نص القاعدة في الارتفاع كده كده عملية ضرب فمش فرق طيب هو بادئ من ايه؟ بادئ من واحد من عشرة وعند تسعة هنا تسعة نيوتن هطلع اشوف ال-X بكام لقيتها ب تلاتة من عشرة نيوتن فنص القاعدة اللي هو نص القاعدة اللي هي من تلاتة من عشرة لواحد من عشرة فرقهم اللي هو تنين من عشرة في الارتفاع اللي هو الفرق ما بين تسعة وزيرو اللي هو تسعة يبقى واحد من عشرة في تسعة اللي هو تسعة من عشرة جول وخلي بالك لو انت جبت الميل هنا الكي الميل هنا هيساوي ايه؟ دلتا اكس على دلتا اف وده بيساوي واحد على الكي طيب هو الميل بيساوي ايه؟ دلتا اكس اللي هو تنين من عشرة على دلتا اف اللي هو تسعة فالكي هتساوي ايه؟ تسعة على اتنين من عشرة يعني بخمسة واربعين لما تيجي تجيب البي ايه نص في خمسة واربعين في الاستطالة اللي هي تنين من عشرة تربيع فهتطلع لك بتسعين على مية اللي هي برضو تسعة من عشرة جول فسواء بالطريقة دي او الطريقة دي هيطلع نفس الناتج ولكن خلي بالك ان هو رسم هنا الاكس فوق والاف تحت فالميل هيبقى مقلوب الكي طيب من الشكل المجاور ايه اللي بيمثل سي فده المسافة ما بينكم متين متليتين اللي هو الطول الموجي افضل خط بياني ومثل العلاقة بين تردد الوطر ومقلوب الطول الموجي تردد الوطر لو التردد والطول الموجي بيتناسبه مع بعض عكسيا ولكن التردد ومقلوب الطول الموجي بيتناسبه مع بعض ترديا العلاقة التردية بتبقى عاملة كده والعلاقة العكسية بتبقى عاملة كده فافضل افضل خط بياني ومثل العلاقة بين التردد ومقلوب الطول الموجي هو تناسب تردي طيب اسم الظاهرة اللي بتحصل في الشكل ده هو الانكسار تغير اتجاه الموجات لما بتعدي من وسط للتاني طيب ايه اللي بيحصل للتردد لما بيحصل انكسار التردد بيفضل ثابت ليه؟ لان التردد مفيش حاجة بتحكم فيه غير المصدر فالاجابة C الاجابة D انكسار والتردد بيفضل ثابت ما نوع الموجة المنتشرة في الزومبورك؟ موجة طولية وبتنتشر في اتجاه ايه؟ في اتجاه اليمين يعني تخيل لو انت بتعمل موجة في الزومبورك فاكيد اول تخلخل وانضغاط هيبقى طالع من ايدك فهتلاقيك من ناحية الشمال وترسل الموجة ناحية اليمين لان ناحية اليمين لسه ما تأثرتش فافهم انتشار الموجة ازاي فيه جزء لسه ما تأثرش وجزء انتشر في الموجة فاكيد يبقى جاية من الشمال اليمين يبقى تنتشر في اتجاه اليمين يظهر الشكل المجاور موجة تنتشر في حبل ايه ان قطع الحبل لها الطور نفسه فبنقول ايه هو الطور نفسه؟ ان بيبقى ليهم نفس الازاحة ونفس الاتجاه اتجاه السرعة فهنلاقي هي النقطة اتنين واربعة النقطة اتنين الموجة عندها طلع والازاحة بتاعتها بزيرو والنقطة اربعة نفس الكلام طلع والازاحة بتاعتها بزيرو تقول لي طب ليه مش خمسة وواحد لان لليهم نفس الطور بيكون نقطتين متتاليين لهم نفس الازاحة واتجاه السرعة لكن دول يعني دول ليهم نفس الطور ولكن واحد وخمسة ما نومش نفس الطور لان فرق بينهم نقطة فرقم اتنين واربعة هما اللي لهم نفس الطور طيب تبلغ سرعة الموجة في وطر الجتار ميتين خمسة وستين متر على الثانية وتول الوطر تلاتة وستين سنتي لما تحرك الوطر ده من المنتصف وتسحبه الاعلى وتتركه ايه اللي هيحصل في موجاتها تنتشر الجنب ده وموجاتها تنتشر الجنب ده فهو بيقول ايه المدة الزمنية اللي هتستغرقها الموجة عشان تنتقل طرف الوطر وتنعكس للنص تاني طيب الزمن بيساوي ايه احنا عارفين السرعة بتساوي مسافة على زمن فالزمن هيساوي دي على في طب هي مشت مسافة قد ايه احنا هنا من المنتصف الوطر فهتمشي مسافة نص الوطر رايح ومسافة نص الوطر جاي وبالتالي هتمشي مسافة الوطر كله على السرعة الوطر بيساوي كام تلاتة وستين سنتي حوله بالمتر السرعة عامتين وخمسة وستين جبت الزمن بالثانية طيب لما تعود الموجات هل يوجد الوطر فوق موقعه المستقرم اسفله احنا عارفين لما الموجة تغبط في جسم سابت او طار الجتار دي بتبقى سابتة من الطرف ده فلما بتغبط فيها هل بترتد زي ما هي واللي بترتد من عكسه بترتد من عكسه فتبقى اسفل موقعه لو حركت الوطر مسافة 15 سنتي من احد الاطراف يعني حركته من هنا ففي موجات هتمشي كده وترتد وهتيجي عند نقطة معينة وموجات هتمشي الناحية التانية وهترتد لغاية ما تقابل الموجات دي فدي مشت 15 سنتي وارتدت 15 سنتي تانيين ومشت مسافة اكس انا معرفاش لغاية ما قابلت الموجة التانية والموجة التانية مشت 48 سنتي اللي هو 63 ناقص ال 15 دول وارتدت مسافة 48 سنتي ولكن ناقص ال اكس طيب الموجتين ماشيين بنفس السرعة ومشوا نفس الزمن اذا المسافة واحد تساوي المسافة اتنين المسافة اللي مشتها الموجة الاولى تساوي المسافة اللي مشتها الموجة التانية المسافة اللي مشتها الموجة الاولى بقدي ايه 15 زايد 15 زايد اكس يعني 30 اكس 30 زايد اكس المسافة اللي مشتها الموجة التانية 48 زايد 48 ناقص اكس يعني 96 ناقص اكس هوادي ال اكس الناحية التانية اتنين اكس تساوي 66 يبقى لكس تساوي 33 يبقى هيتقابلوا فين يا إما مسافة 33 زائد 15 من نفس الطرف 48 سنط نفس الطرف يا إما 48 نقص 33 يعني 15 من الطرف الآخر فنشوف الاختيارات فهنلاقي الإجابة رقم هي هترتد الأسفل 48 سنط من نفس الطرف يبقى هتبقى الإجابة B العقدة هي المنطقة اللي بيكون فيها ساعة الاهتزازة منعدمة لما مجتين يتقابلوا مع بعض تدخلها الدام فالنقطة لما بتحركش خالص أثناء التداخل اللي بنسميها العقدة بتكون الساعة بتاعتها بزيرو اختر السيغة الرياضية لمعادلة الزمن الدوري البندول التي بتساوي اتنين باي جزر L على الجي احنا عايزين ال L الوحيدة في طرف فهنعمل ايه؟ هنقسم على التو باي ونربع ونضرف الجي فالل هتساوي تي تربيع جي على تو باي الكل تربيع اي صفوف الجدول يمثل موجة مستقرة الموجة المستقرة هما بيبقى موجتين متماسلتين اتجاههم متعاكس وفي الوسط نفسه فاللي هو الاختيار سي الزمن الدوري البندول البسيط في المكان الواحد يتناسب ترضياً معه الجزر التربيعي للطول فالل يتحكم البندول المتأرجح في السرعة اللي هتا يتعامل بها الساعة البندولية لو الساعة بتأخر الوقت فافهم من كده ايه؟ ان بدل ما بتمشي دورة كاملة في 60 دقيقة هتمشي دورة كاملة فاكتر من 60 دقيقة يعني الزمن الدوري زاد فلو انا عايز ازبطها احتاج اصرع الزمن يعني عايز اقلل الزمن الدوري واحنا قلنا بيتناسب ترضي مع القل فايه اللي في ايه دي قدر اتحكم فيه؟ طول البندول هعمل في ايه؟ هقلله طب بيقول لي لو طول البندول حاليا 15 سنتي يعني الطول ده هو اللي مسببلي تأخير الساعة ما مقدار الطول اللازم تغييره حتى يكون الزمن الدوري اقل فانا عايز اشوف اصلا الطول ده بيديني زمن دوري مقداره قد ايه؟ وخلي بالي ان هي بتحول بالمتر فجبت الزمن اللي عملهولي الطول ده بالزيادة وهو بيقول لي ان عشان اصبط الزمن لازم يكون اقل بمقدار بوينت او اربعة سانية فالزمن اللي انا جبته اللي هو الزمن المتأخر هشيل منه مقدار التأخير هيديني الزمن المزبوط وسويه بتو باي جزر L على الج يبقى هجيب الطول المزبوط مقدار التغير في الطول اكيد ال L ده هيبقى L فمقدار التغير في الطول عايز الدلتا L فالL واحد اللي هو الطول الكبير نقص ال L اتنين المزبوط هيجيب لي مقدار الطول اللي انا عايز اقصره عشان الساعة تتزبط طب المطلوب التالت نفس المطلوب التاني ولكن ما غيرلي في مقدار التأخير في الاول كان جايبهولي مباشرة في التاني بيقول L ب77.5 سنتي فهجيب برضو مقدار الزمن الدوري الزايد بالطول ده احوله المتر فكده جبت الزمن المتأخر عايز اطرح منه مقدار التأخير وسويه بتو باي الجزر L على تسعة وتمانية عشان اجيب الطول طيب ايه مقدار التأخير بيقول لي خمس دقايق على مدار اليوم يعني على 24 ساعة طب انا عايز هو متأخر كم ثانية لكل ثانية مش الزمن الدوري ده البندول بيروح وييجي الزمن الدوري بتاعه بيسوي ثانية يروح ويجي تاني فتزيد ثانية وهكذا فانا عايز اشوف ومأخر كم ثانية لكل ثانية يبقى هضرب خمسة في 60 على 24 في 60 عشان احولها للدقيقة في 60 عشان احولها لثانية ويبقى ده المجدار اللي انا هطرحه من الزمن المتأخر وسويه بتو باي جزر L على G ويجيب L ويبقى ال هتساوي تغييره في الشكل المجاور يحتز بندول بسيط بزمن دوري واحد واثنين يعني هو مدين T ب واحد واثنين عايز طول البندول فسهل وبسيط لو انتقلت الموجات عبر زنبور كسابة الطول هل يمكن تغيير سرعة الموجات يا شباب سرعة الموجات تعتمد فقط على نوع الوسط طب انا الزنبور لسه زي ما هو هل غيرت الزنبور خليته حبل لا فلا يمكن تغيير سرعة الوسط طب التردد بيعتمد على المصدر يعني لو انت بتهز الزنبور كده بيدك لو انت زودت سرعة هز ايدك هتعمل تردد زيادة ولكن السرعة تفضل زي ما هي ليه لان الطول الموجة قل والزمن كمان اللي بيحصل فيه موجة قل فالسرعة دايما سبت فالتردد بيعتمد على المصدر فسواء انت اللي بتهز الزنبور كاو فيه مولد موجات لو زاد ممكن تغير التردد فلا يمكن تغيير الفي ولكن يمكن تغيير التردد دي ما ينفعش تغيرها عشان نفس الوسط لكن ده ينفع تغيره عادي لو زودت سرعة ايدك او المؤلد نفسه زود التردد بتاعه لو علقت كتلة في النهاية الطرف لزومبور فاسططال بمقدار 85 من 100 متر كم يبلغ سابة الزومبور قانون هوك بيقول F بتساوي سالب K في X مدين X وعايز K طب F بتساوي ايه بنقول F دي هي القوة اللي يتي يؤثر بها زودنبرج فهي بتساوي سالب الوزن الوزن بيأثر لتحت القوة بتأثر لفوق طب هو الوزن بكام هو مدين ال M ومدين كمان بال جرام يبقى القوة اللي بتأثر لتحت بتساوي point O 3 O 4 اسمت الجرام على 1000 ضربتها في G اداني الوزن بالنيوتن يبقى سالب الوزن ده هيساوي ال F يبقى ده ال F بتساوي سالب K في X هقسم الرقم ده على 85 من 100 والسالب هيروح مع السالب هيديني K طيب الموجات هو عايزني ارتب ال اطوال الاوتار دي معلومة عايزني ارتب تردد الموجات ديت من الكبير للصغير فانا عندي طريقة ان انا ارتب الاطوال الموجية اجيب الطول الموج ازاي ال A دوت بيعمل موجة ونص وهو طوله 27 متر هي الموجة المستقرة دي ده طول الحبل وبعد كده بيرجع ينعكس على نفسه فطول الحبل اللي هو 27 عملي واحد ونص موجة فالطول الموجة الواحد هيساوي 18 سنتي وال B عملي التلاتين الطول تلاتين ده عملي مكتين يبقى طول الموجة بيساوي 15 التالت 30 عملي واحد ونص يبقى طول الموجة بيساوي 20 التالت 24 عملي اتنين طول موجة يبقى طول الموجة بيساوي 12 طيب انا عارف ان الطول الموجة والف علاقة عكسية يعني لو رتبتهم من الاصغر الاكبر بالف باللندا يبقى من الاكبر الاصغر بالف فترتبهم الاصغر الاكبر باللندا دي وبعد كده بي وبعد كده ايه وبعد كده سي ده ترتبهم من الاكبر الاصغر بالتردد دي كده مجموعة الافكار اللي موجودة في الهيكل وفي امتحانات الوزارية السابقة يارب يكون كل مفهوم وبالتوفيق للجميع